هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا وبيكة كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي أرضا والشاطر يوطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العب أعمو ياسي تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي بخير أحبار مرحبا بكم في حزتكم مفضلة مع أعمو ياسي أنتوما يا أطفال تاني لكم تشاهدوا فينا وحبيتم تحضروا معنا كما هاد الأصدقاء هادو معليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت بهذا الشكل إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل معليك إلا تروح الانترنت تكتب عمو ياسي بون كوم تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بيك بعد التسجيل يا أطفال لازم شوية تعالصبر لأن التسجيلات كثيرة على بنابلي كامل حبيت تجو تحضروا معنا وإحنا تاني مدى بنا نستهضفكم كامل إذا شوية تعالصبر ورحموا يزيد يتصل بكم باش تجو تحضروا معنا وتفرحوا معنا كلموا أعتاد يا أطفال في كل حصة نتكلموا على أيام مهمة في حياتنا واليوم مهم واليوم كين يوم مهم جدا 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 هو يوم أول نوفمبر اللي هو يوم اندلاع ثورة التحرير في سنة 1900 شو يقدر يقول لي واسمك؟ محمد بالعباد وين تسكن محمد؟ في سليمان كريوش في حي البساتين حي البساتين أي سنة تلعت الثورة؟ 1954 1954 واربعة وخمسون إذن توران دلعت في 1954 إذن 62 سنة هذا العام ولكن هذا العام نحتفلوا هاد السنة هدي بالستينية لمؤتمر وقع في سنة 1956 2016 60 سنة واسموا هاد المؤتمر هادا؟ تارف ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ مؤتمر شو كلي يعرفوا؟ روحي بنتي تعالي واسمك بنتي؟ مريم مريم واسمه مؤتمر؟ السومام السومام مؤتمر السومام في أي يوم؟ أي يوم؟ عشرين أوت عشرين أوت برافو إذن في عشرين أوت 1956 عقدة مؤتمر السومام هو أول مؤتمر لثورة التحرير نضمت صفوف انتح فيها نتكلموا عليه في كل حصة لأننا نحتفل بالذكرى الستين يا أخي واش رأيكم يا أطفال؟ في بداية كل حصة نطرح عليكم لغز تحبون على الغاز؟ نعم إذن لغز اليوم يقول لا يفكر ولا ينطق ولا يرى لكنه يحكم بالعدل من هو؟ إذن أعيد اللغز شيء لا يفكر لا ينطق ولا يرى لكنه يحكم بالعدل برافو أنتوما كامل شاطرين على بالي ولكن لازم تنتظروا الآخر الحصة باش تعطولي الجواب بتاعكم أنتوما والأصدقاء تعنا اللي يرى بيشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الجواب على اللغز بهذا الطريقة هذه أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع أغل اكتب عن مويازيت.com اضغط على زورة جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجاوب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة أغل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية يا أطفال وإحنا في هذه المناسبة الذكرى 62 لاندلاع الثورة الذكرى 60 لانعقاد مؤتمر السمام اخترنا شخصية بارزة في ثورة التحرير وهو عبد الحميد مهري إذن نور الهودا راح تعرفنا بهذه الشخصية تفضلي نور الهودا أطفال مرحباً 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 أطفال شكراً شكراً يوم جتنا حكيكم عن حيات المجاهد عبد الحميد مهري ولد في 3 أبريل 1926 بالخرب بقسنطينا نشأ في وادي زناتي أين حفظ القرآن الكريم وتلقى أول دروسه انخلط في صفوف حزب الشعب الجزائري ثم حركة انتصال الحريات الديمقراطية اعتقل في نوفمبر 1954 وبقي في السجن حتى أبريل 1955 عينا ضمن وفد جبهة التحرير الوطني بالخارج وشغل منصب عضو في المجلس الوطني للتورة الجزائرية عند تشكيل الحكومة المؤقتة شغل منصب وزير شؤون شمال إفريقيا في الأولى ومنصب وزير شؤون اجتماعية والتقافية في التشكيلة الثانية بعد الاستقلال عينا أمينا عاماً لوزارة التعليم التنوي من 1965 إلى 1976 ثم وزير الإعلام والتقافة في مارس 1979 ثم سفير الجزائر في فرنسا من 1984 إلى غاية 1988 ثم في المغرب حتى استدعائه إلى الجزائر وتوليه منصب الأمانة الدائمة للجنة المركزية ثم منصب الأمين العام للحزب وكان من دعاة المصالح خلال أزمة الإرهاب التي عرفتها الجزائر انسحب مهري من الحياة السياسية عام 1996 لكنه بقي ينادر من أجل التغيير والتدول السلمي للسلطة إلى آخر أيامه من خلال المحاضرات والملتقيات التي شارك فيها توفي عبد الحميد مهري صباحة يوم الاثنين 30 جوفي 2012 عن عمر يناهز 85 عاما بعد أسابيع من الصراح من المرض بالعاصمة ووريا عبد الحميد مهري التورا في مقبرة سيدي يحية بالعاصمة في جو جنائز مهيب وبحضور قياسي للشخصيات الوطنية والسياسية برافو 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 نول هودا برافو يا أطفال طورة التحرير هي تاريخنا إذن لازم نعرف الشخصيات اللي داروا اللي بفضلهم الجزائر هي دركة مستقلة عمو يزيد لكم أغنية جميلة تتغنى بطورة التحرير نقول فيها جدي لو تحكي جدي عن أرض المليون عن اللي ماتوا على وطني ما ننساهم مهما يكون يالا تغنوا كامل معنا جدي لو تحكي جدي عن أرض المليون اللي ماتوا على أرضي ما ننساهم مهما يكون جدي لو تحكي جدي عن أرض المليون عن اللي ماتوا على أرضي ما ننساهم مهما يكون بنتي يا مهما تعطي أكتر من مليون اللي ماتوا على أرضي يرحم يرحم ربكو بنتي يا مهما تعطي أكتر من مليون اللي ماتوا على أرضي يرحم يرحم ربكو بنتي يا مهما تحكي جديد بنتي يا مهما تعطي أكتر من مليون بنتي يا مهما تعطي أكتر من مليون اذا قمنا للتخليطي خلوا الثورة بيد الشعب جدي لو تحكي جديد عن أرضي المليون اللي ماتوا على أرضي لاني ساروه مليون بنتي يا مهما تعدي أكتر من مليون اللي ماتوا على أرضي يرحم يرحم رب الكور من برعيد بالتدبيري قاد الثورة في دوراس قاد الثورة في دوراس تهليلي والتكبيري ضح حبا وإخراس ضح حبا وإخراس جدي لو تحكي جديد عن أرضي المليون اللي ماتوا على أرضي لاني ساروه مهما يكون بنتي يا مهما تعدي أكتر من مليون اللي ماتوا على أرضي يرحم يرحم رب الكور بنتي يا مهما تعدي أكتر من مليون واجيب ضحي ونموت واجيب ضحي ونموت بتعيش بلادي فرحانة لاني ساروه مهما يكون بنتي يا مهما تعدي أكتر من مليون اللي ماتوا على أرضي يرحم يرحم رب الكور برابو 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 عجبتكم الأغنية يا أطفال؟ نعم وش رايكم دروكة تحبوا ألعاب الخفاة؟ نعم إذا الكامل ترحبوا معايا بعمو سليم اللي جانا من مدينة بجايا إذا تفضل عمو سليم اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة 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 برابو برابو برابو. تعالى. 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 واسمك? فايز. فايز. وين تكون فايز? بنت لحا. في بنت لحا خير الناس اللي من عليهم كامل لا? شكرا. شكرا شكرا. اقعدوا. اذا يا اطفال لا يفكر ولا ينطق. ولكنه يحكم بالعدل. ما هو. تعالى بنتي. روحي. تعالى. واسمك? حسين لينا. لينا. وين سكني لينا? كوسيدار. كوسيدار هذه وين جاية? واش من ولاية? واش من بلاد? برج البحري. في برج البحري. يقير الناس. وش هو الجواب? الميزان. الميزان. برافو 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 برافو. برافو. تصفيقة تصفيقة تصفيقة. اذا لا يفكر لا ينطق ولا يرى لكنه يحكم بالعدل. اذا هو الميزان لبالانس. تحكم بالعدل بما انها لا لا يرى ولا ينطق. اذا. اذا بنتي. احنا الشاطرين اللي جاوبوا على اللغز. نعطوهم دائما هدية عمو يزيد. اللي هي تتمثل في قبعة مع عمو يزيد تحميك من اشعة الشمس الضارة. وكذلك سدي من حق الطفولة فيه 22 اغنية لعمو يزيد. ان شاء الله يفيدوك بنتي. تفضلي. 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 والان وصلنا الركن اللي نحبه بزاف. اللي هو ركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد عبد الجليل خمس سنوات. تعالى عبد الجليل تعالى. تعالى. احنا راح ينغنوا لعبد الجليل عيد ميلادك احلى عيد. واصدقاءنا يروحوا يجيبوا لقاتوا العبد الجليل. يالله معايا. التحقوا بيا اصدقاء. موسيقى شرح يا ربي نمية سنة وتعيش أيامها أفرار يا بانين ويا بانات يلا نطير فارونا نسأل أمراء غني نفرع ونعش أحلى الأوقات هذه الحلوة لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنت زيبناها ليلة حلوة يا محلاها بسمك أنت زيبناها ليلة حلوة يا محلاها بابا ما يدولوه وصحابه ويبركلوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جليل سنة حلوة يا جليل برافو إذن خمسة ربعة ثلاثة اثنين واحد برك عليك جليلو برك عليك العقوبان مئة عام إن شاء الله وأنا مبقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة في نفس التوقيت نحبوكم يا أطفال لنا إن شاء الله إذن خمسا احبابناكم أحببتونا سنعود فنتظرونا فيموعايد جديد مع أمه يزين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في الموعد الجديد مع عم يازين